كمان بجانب الخططي وبجانب التأسيمة طبعا خاط كل محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى الشبير طبعا ده سلاسة حراس المرمى في النادي الأهلي اتمرانوا بشكل تدريبات قوية تحت إشاف طبعا ميشيل ده مدرب الحراس طبعا اجتمل التمرين على فقرات مهمة جدا وفقرات التصويب على المرمى وكمان الكرات العرضية في مواجهة طبعا فريق نادي الزمالك احنا عارفين زي ما بقولك الفريق بيستعدي بشكل خططي من خلال بايلر وكمان اتنين من الحراس بيشاركوا في التأسيمة كمان على المستوى للحراس المرمى بيكون فيه تركيز جدا على النواحي اللي ممكن جدا تكون متواجدة بشكل كبير في المباراة زي التصويب من خارج الثمانتاشر من داخل الثمانتاشر عملية الانفراضات الكرات العرضية بتتلعب كل دوت بيدي احساس لحارس المرمى بالمباراة واحساسه بالبوزيشن قبل طبعا مباراة مهمة زي مباراة نادي الزمالك